أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنصيق الوفيق مع المفوضية الإفريقية لدفع العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي الذي أكد أهمية مصر في القارة الإفريقية كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث أشهد الرئيس بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس رحب بزيارة السيد فقي إلى القاهرة للمشاركة في خلوة المباوثين الخاصين في إفريقيا لتعزيز السلم والأمن على مستوى القارة معربا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع المفوضية الإفريقية لدفع العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات لسيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والسلم والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد والتعاون مع الشركاء الدوليين من جانبه أكد السيد فقي أهمية مصر واثقة لها في القارة الإفريقية معربا عن تقديره للجهود المصرية للمساعدة على تعزيز الجهود التنموية لأشقائها بالقارة فضلا عن الحرص على الإسهام في صون الاستقرار الأمني والسياسي بالقارة بما في ذلك من خلال استضافة خلوة المباوثين الخاصين الأفارقة وتقديم الدعم الموضوعي واللوجستي الكامل لإنجاحها حيث تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب المتنوعة للمساهمة في تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام كما صرح المتحدث الرسمي بأن اللقاء تناول التباحث حول تطورات مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والقارية ومستجدات عدد من النزاعات بالقارة الإفريقية وجهود تسويتها سياسيا وفي مقدمتها الوضع في منطقتين الساحل والقرن الإفريقي إلى جانب الأوضاع في السودان الشقيق